لو الاهلي عليه عليه ضرب الجزاء من فضل حضرتك احسبها بس ضرب الجزاء عادلة ضرب الجزاء عادلة لو حضرتك كحكم للفيديو شفت ان الاهلي انا بتكلم عن الاهلي اهو لو الاهلي عليه ركل الجزاء وحضرتك شفتها انده حكم السحة وقلوا ان فيه ركل الجزاء مش زي ما حصل في مباراة الاهلي والاسماعيلي ايه اللي حصل في مباراة الاهلي والاسماعيلي ركل الجزاء صحيحة 100% كل خبراء التحكيم اجمعوا عليها كل خبراءة كابتن ناصر عباس كل الخبراء التحكيم أجمعوا عليها ولكن كابتن محمود عشور كان حكما للفيديو في مباراة النادي الأهلي ضد نادي سموح لو الكرة دي كانت جتكت حتبها نتيجة 2-0 الموضوع خلص أو يعني فحكم للفيديو في مباراة الأهلي والإسماعيلي كان الكابتن محمود عشور فكل اللي أنا تمنى أنه لو حكم الفيديو وشاف حاجة من فضل حضرتك أنت على حكم الساحة وقل له فيه راكل الجزاء وحكم الساحة له كل الاختيار أنه يروح يشوفها يحسبها أو محسبهاش ولكن كل اللي نرجوه العدالة التحكيمية فقط لا غير العدالة التحكيمية والملعب ده حاجة بقى بتاعت ربنا اللي أبيدي يبزلوا مجهودهم أقصى مجهود ليهم وفي الآخر يحصل اللي يحصل النتيجة دي عند ربنا مش عند حد تاني فالحقيقة للمر المليون كل ما أتمنى كل ما أتمنى أن تكون هناك عدالة تحكيمية في كل المباراة أنا قلت لو الأهلي عليه لو الأهلي عليه راكل الجزاء ولكن من فضل حضرتك لو النادي الأهلي له ضرب الجزاء من فضل حضرتك كحكم للساحة وشفتها أحسبها من فضل حضرتك كحكم للفيديو اللي هيكون كابتن محمود باسيوني إن شاء الله في المباراة بكرة لو النادي الأهلي له يستحق راكل الجزاء عادلة من فضل حضرتك أحسبها أو انده على حكم الساحة عشان يحسبها بس هو ده اللي احنا عايزين ترجمة نانسي قنقر